في الحياة بنقابل ناس وناس وقالوا في المثل الناس معادن فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس هنقابل كل يوم نوع من الناس ناس دهب وناس تانية لها العجب ناس زي الفل بتحب الخير للكل ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب ناس لئيمة البعد عنها غنيمة وناس رأية من النوع الفاخر وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمر الليسي في كلمة وردغطها صاحبنا ده مهووس بالشوپنج بيعشق يشتري أي حاجة وكل حاجة وفي كل وقت الشرع عنده هواية لا مزاج أو الله يدماني ما عندهش أي هواية تانية في حياته ويعملها تجري أنه يخرج يتفرج على المحلات إذا عجبته حاجة وكان في جيبه وتمنها يشتريها فورا حتى لو كانت آخر فلوس معاه ومضمن الشرع ده أكتر حاجة يحب يتكلم فيها طبعا لوكازيون لوكازيون يا عمره في حاجات تجنن مش هتصدق الزنادي لأسعاركم لا مش حتى بنص التمن لا 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 ده في الأرض في الأرض أخوها استنقضت بكتنتين إيه صوفي إنجليزي على كشمير إيه هو هو الشك ومش هتصدق تمانهم كم تقول كم قول قول كده كم وده طبعا كان يوم البدل في بقى اليوم العالمي للأمصان ويوم تاني للكربطات ويوم تالت للجزم للجزم يا حبيبي وروح شوف بقى الجزم يا معلم وروح وتعلم الأسعار إيه في الأرض يا باشا في الأرض والله والمدمن على الشرع ده ممكن يعمل أي حاجة يرضي بها شهوته المستمرة للشرع لأن الموضوع كل يوم بيكبر معها وبيتحول الإدمان ده إلى احتياج دائم وإشباع مستمر وبالفعل في الطب النفسي في مرض اسمه هوس الشوپنج أو إدمان الشرع وده ممكن يخلي أصحابه يعملوا أي حاجة عشان يحققوا رغبتهم صباح فلاء نوران بقولك إيه ممكن بس خمسوميا يا جده لعد أول شهر محتاج أشترك أمسين تحفة نازل عليهم سين في الأوكازيون خمسوميا يا بس حبيبي هرجعهم لك أول شهر أمسين إنت لو شفتهم تحفة تحفة والله يا عم وممكن في يوم تلاقيه ما جايش الشغل خالص واخد أجازة عرضة عشان إيه بقى البيب يعمل جولة تفقدية على محلات وسط البلد يشوف أحدث بضاعة نزلة الأسواق ومش مهم البضاعة دي تكون بدل أو تيشرتات أو بناطيل لأ لأن المهووس بالشراء بيحب يشتري أي حاجة هو لازم يشتري وخلاص وحتلقيه في يوم جاي يقولك ده فيه تخطيطات على العربيات وعلى الفرفانات ومستحضارات التجميد وكمان على لعب الأطفال وعلى الفراخ يا عمور مش هتصدق الفراخ نزلة أصحر أدي لأنا حتى اشتريت ست فراخات مش لقينهم مكان في التلاقي انت لازم تشتري عمور الله اشتري ست فراخات سعرهم في الأرض والله اشتري وا اشتري ستة اتناشر كده وطبعا مش هعمل بنصيحة عب عزيز ومش هشتري فراخ وأنا مش محتاجهم لمجرد أن سعرهم نزل في السوق أنا يا عزيزو ما بشتريش غير اللي أنا محتاج له إنما أشتري واستلف كمان عشان أشتري حبا في الشراء وأفضل أخزن في بيتي حاجات أنا مش محتاجها لا يا عب عزيز لا يا أخويا غلط غلط وستين غلط انت نازم تعمل حساب لبقر الحاجات أسعارها بتغلى عمر واللي بتشتريه النهاردة مش هتعرف تشتريه بقر والأكوزينات دي فرصة ما تتعودش يا راجل فرصة فرصة ومتع كمان أنا مبارح اشتريت حدة جسمة شمو كانت ضعلت كده في الفاترين والله شمو شمو من بتاع زمان ده مش أي كلام واللي بيحبوا اشتروا أي حاجة والسلام دول هتلاقيهم أول ما ربنا يفتح عليهم أزيزو ها واخد بيالك انت واخد بيالك انت يفتح عليهم بأي فلوس يطياروها فورا على المشتريات وأحيانا كتير اللي يشتروا حاجات يندموا انهم اشتروها اما تطلع بيزة او مضروبة او تقليد او اكسبيرد ما يكونش باخد باله نا اكسبيرد واخد بالك انت يا زيزو ها انا باخد بالك ومع ذلك اللي فيه ده ما بيبطلوش وحتلقيه كل يوم يخترع لك طرق جديدة للشراء مرة بالتقسيد ومرة بكرة اقتماع ومرة تشتري وانت قاعد في بيتك والمشتريات تجي لك لغاية بتساعدتك يا زيزو اونلاين يا عمورة كله بقى اونلاين حبيبي ما تتعبش نفسك اقترد لانت عايز تشتري بالموبايل اشتري بالكرة النهاردة واتفع بعدين حينما يصار يا حبيبي وكله اونلاين اونلاين ويفضل اخونا عب عزيز يشتري ويدفع ولما فلوسه تخلص بتعمل ايه عزيزو تستلف ها انت فاهم وانا فاهم ولما بيسدد يشتري تاني اونلاين واول الشهر طبعا لازم ايه يسدد ويفضل كده لغاية ما يفلس ومهما تقوله ومهما تنصحه وضن من طين وضن من عجين وده الشرع مالوش علاج ربنا اشفيك يا زيزو بزمتكم ده تقولوله ايه وتتصرفوا معاه ازاي ابعتلنا تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمر الليسي حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم حنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها ولغاية ما نتقابل تاني اسبكم في امان الله كلمة ورد غطاها دكتور عمر الليسي الكاتب الصحفي محمد الشبه اداء الفنان احمد صيام اخراج تامر حسني